اشتركوا في القناة وواحدة وستون في الثالث وعشرين من شهر ماية احب كرة القدم منذ سقره وبعد اكتشافه من ضرف المدرب القدير محمد سحيدية انضم لاصغر اولم بيشلف اين ابان عن مؤهلات اكدت لنا اننا مع لاحب ذي شأن كبير في المستقبل مستوىه المميز في الفئات السنية للفريق عجل بترقيته للفريق الاول سنة الف تسعمائة واثنان وثمانون بعمر العشرين سنة فقط سنتان فقط مع الفريق الاول لجمعية شلف كانت كفيرة للفت انظار مدرب المنتخب الوطني الجزائري انذاك محي الدين خالف الذي استدعى اول مرة للمنتخب الجزائري سنة الف تسعمائة واربعة وثمانون وهو بعمر الاثنى وعشرين سنة شارك في اول مباراة له مع المنتخب الجزائري في التألمانيا الشرقية سنة الف تسعمائة واربعة وثمانون وشغل منصبا اساسيا كقلب دفاع للمنتخب الوطني لمدة ما يقارب العقد من الزمان من الثمانينات وبداية التسعينات اول بطولة رسمية له كانت كاسا الامم الافريقية سنة الف تسعمائة وستة وثمانون بمسر اما عن بطولة كاسي العالم سنة الف تسعمائة وستة وثمانون بالمكسيكا كانت النقطة الفارقة في مسيرة مغاريا حيث برزت فيها مهاراته خاصة في المباراة الثانية ضد المنتخب البرازيلي على الرغم من الخسارة الى انه ظهر للعالم في تلك اللحظة مهارة مغاريا المميزة كان على خلاف اغلب المدافعين الكلاسيكيين الاف زمانه يمتاز بالسرعة وقدرتها على المراوغة اغلب من شاهده يجزم ان مغاريا كان سابقا لعصره في طريقة لعبه سام بعدها في تحقيق المركز الثالث في كاس افريقيا 1988 بالمغرب والتي شارك مغاريا في كل ادوارها وصولا لنسبة نهائية لكن اكبر انجازاته مع المنتخب الوطني كانت تدويج بكاس امم افريقيا سنة 1990 على ارض الجزائر بالعفافة للكاس الافرؤسيوي سنة 1991 ضد المنتخب الايراني خلال مسيرته طويلة ما اولا في شلفة التي دامت سبع سنوات رفض مغاريا كل الوروض من اندية الجزائرية وقرر الاستمرار مع اولام بيشلف حتى عمر الواحدة وثلاثون على الرغم من تواجد الفريق لفترة طويلة في القسم الثانية ليخوذ اول تجربة له خارج اولام بيشلف والتي كانت مع النادي الافريقي في تونس والتي كانت تجربة ناجحة حيث حقق رفضقة النادي الافريقي عدة بطولات منها بطولة دور ابطال افريقيا سنة 1991 وهي البطولة الاولى للنادي التونسية والبطولة التونسية مرتين وكأس تونس مرة واحدة عاد بعد تجربة ناجحة الى نادي الام اولام بيشلف سنة 1993 وبعد موسمين اعلن اعتزاله لكرة القدم فوري المغاريا ترك ارثا كرويا كبيرا سواء في اولام بيشلف او النادي الافريقي والمنتخب الوطني وهو ما جعله محبوبا عند الجمهور كل الاندية التي لعب فيها حتى بعد الاعتزال اشترك 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 اشتركوا في القناة